ضمن حملة الشتاء السنوية التي أطلقتها جمعية الكاريتاس الأردنية لتشمل هذا العام نحو 20 ألف عائلة أردنية وعراقية وسورية محتاجة رعت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف فعاليات الحملة في دير اللاتين الشمالي في الزرقاء بحضور المطران مارون اللحام وعددا من النواب والكهنة والمسؤولين اليوم تم إطلاق حملة الشتاء برعاية دولة رئيس الوزراء في الزرقاء وهذه الحملة بنظمها جمعية الكاريتاس بعنوان المحبة والسلام ويتم تقديم دعم نقدي وعيني للأسر المحتاجة ولحظنا اليوم أهمية عمل الجمعية والفئة الكبيرة التي توصلها وكمان لحظنا أن هناك تم تفقد الخدمات الإضافية التي تعطيها الجمعية من صحة من تعليم من دفع أجور للعائلات التي تحتاجت ضمن الأسس المرعية عندها نحن كثير فخورين بعمل الجمعية وندعمه كوزارة التنمية هناك شراكة حقيقية بينها وبين الجمعية وهذه الشراكة وحب الوطن من الانتماء لدائما سيدنا بدعي له ونحن كحكومة واجبنا إن شاء الله نطبقه بالميدان كاريتاس كما هو معلوم هي الذراع الاجتماعي للكنيسة الكاتولكية في الأردن وتقوم بالاعتناء ومساعدة كل محتاج أولا أردني أو عايش في الأردن ومؤخرا بسبب ما حدث بسوريا والعراق مع الوافدين والأخوة الأتين من سوريا والعراق تؤمن لهم المأكل والمشرب والملبس والعلاج الطبي وتدس الأولاد اليوم تم إطلاق حملة محبة وسلام هي الحملة الشتوية التي تطلقها كاريتاس كل سنة السنة الميزة أنه أخذت رعاية دولة رئيس الوزراء وإيجا مندوب عنه معالي وزير التنميل الاجتماعية هالا لطوف أكيد الكاريتاس معنية بكل المحافظات السنة هي أطلقنا الحملة من مدينة الزرقاء محافظة الزرقاء حتى تنتشر لكل محافظات المملكة من هون الحمر رح تغطي أكثر من 10 تلاف أسرى أردنية وتقريبا 10 تلاف أسرى بين أسرى عراقية وسورية كما قامت الجمعية بتوزيع مساعداتها الإنسانية على أكثر من 300 عائلة عراقية مهجرة في كنيسة مريم العذراء للسريان الكاثوليك في منطقة الأشرفية حيث جرى توزيع معونات الشتاء على عدد من العائلات المتعففة وزعنا تقريبا 300 حصة معونات الشتاء بالتعاون مع الكاريتاس الأردنية ومنظمة الهاشمية الخيرية وأكيد هذا الشيء احنا مبارك بي نحاول أنه نغطي كل العوائل اللي موجودة حاليا عدنا بالأردن بس لكن صعب أكيد لأنه عدد العوائل الطائفة السريانية هم 1200 عائلة تقريبا فسعطينا تقريبا 300 إن شاء الله إذا أكوا غير منظمة أو غير شغلات ممكن أنه يساعدون بعدد آخر من هذه المعونات حتى نغطي كل العوائل المحتاجة